لحظات معنا طبعاً لوستاذ كامل زير عوض مجلس إزارة النادي الأهلي وأمين الصندوق كامل بي طبعاً في البداية برحب بيك وممكن راهلنا على وعي العضاء العضاء ايه ممكن بتدي كلمتها مبارح كان يوم ممويز جداً النهاردة كمان استكمالاً لليوم شايف الحضور ازاي وشايف وعي عضاء نادي الأهلي ازاي لا طبعاً شايف الحضور كويس قوي يعني احنا مبارح عمل يعني ده تقريباً إنجاز مبارح اول يوم انت جايب حوالي فوال 8000 أو 9000 فده طبعاً إنجاز كويس في الجو اللي احنا فيه في السيام في المشارف ايه فطبعاً ده إنجاز وده برضو بيثبت ان احنا كان لدينا رؤية لما قولنا على يومين لأن الناس كتير لازم تيجي ما ينفعش انهم يتكلبوا في يوم واحد في الحر اللي احنا فيه وبعدين برضو ناس بتصيف وكده هو ففي الحقيقة انا شايف ان احنا كان لدينا رؤية لما قولنا انها على يومين عشان نريح الأعضاء يعني بص النهاردة ما فيش في زحمة ولكن زحمة محتملة الناس بتمشي رايحة جاية في الجو اللي احنا الحر ده ما فيش حد متضرر انت بتكلم مع ناس أعمار مختلفة في ناس كديرة كبار في السن دول أكتر ناس مهمين في النادي فدول مصر لازم تريحهم فأنا شايف طبعاً إن الدنيا مش كويس وربنا سهل يعني إن شاء الله ناس شككت في ان شايفين اشراف قضائي امبارح شايفين اشراف قضائي كامل وأكيد كل مصرين اليوم كل الاحترام طبعاً على الإشادة اللي أشهدوها كمان بوعي عضاء النادي الأهلي ما كانش فيه أي مشاكل امبارح تأكيداً على الكلام ده النهاردة اليوم التاني وأيضاً اشراف قضائي أنا عاوز أقولك حاجة احنا النادي الوحيد أنا من غير ما من غير ما تأكد حتى من كلامي أنا بقول الكلام ده كده اللي جايب قاضي على كل ترابيزة دي ما فيش حد عامل كده فأنت جايب قاضي على كل ترابيزة ده فيه لجان بتبقى اتنين قضاء على لجنة كلها أنا جايب قاضي على كل ترابيزة فإحنا اللي احنا عاملينه ده ما بتعملش أبداً وإنت عارف النادي الأهلي ده ما بحاول يمشي صح فأنا بحاول في الآخر أعمل الصح وربنا يكرمنا إن شاء الله إن في الساعة الأخيرة كان في بعض الرسال كده الغريبة إن اللحظ ترشيلها ستتطبق اليوم وجميع العمالين النادي الأهلي اليوم التاني ستكون بطلة اللي اللي بيزعج كامل بي وإنت الفترة اللي فاتت قاري المشهد الزيب الزيب في الساعة الأخيرة كامل بي بص ما يخفاش على حد يعني اللي أنا بقوله ده مش خافي على حد إن فيه حرب جامدة جداً داد نادي الأهلي أسبابها كتير ما داعي لذكرها دلوقتي ولكن الواضح أنت بشوف النتيجة في الآخر لا طبعاً فيه حرب النادي الأهلي محتود تحته بميكروسكوب وعليه حرب جامدة جداً وبيحاولوا يكسروا في في النادي ما ينفعش أبداً أنت النهاردة بتحارب عشان النادي الأهلي معملش اللي حب تعتر يعني ده كلام تهريج والنادي الأهلي دائماً هو الصباق يعني النادي الأهلي دائماً هو اللي بيقود النهاس وهو اللي بيقود ليدنج يعني فأعضاء النادي الأهلي أكيد حاسين بالكلام دول ذلك أنا أعتقد أن أنت ان احنا ان شاء الله النهاردة نعدي بكتير يعني ان شاء الله فينا رسالتك لكل الاعضاء ممكن النهاردة اليوم بدأ من الساعة 9 صباحا ساعة 7 ان شاء الله انتهي التصويت كامل بممكن يقول لكل اعضاء النادي لا انا اللي انا بقوله طبعا للعضاء انهم لازم يجوا سواتوا على اللايحة مش لمجرد انهم بس نزيد عن العدد ولكن اللي يثبته للناس كلها ان الاهلي الناس الاغضاء الجمالة وممائة بتوعوا وحسين باللي بيحصل وعارفين اين اللي بيحصل وحسين بالموقف اللي النادي فيه ومصلحة النادي فيه فده اهم من ان انا اجيب اكثر من 12,000 وخمسونية او كده ده رسالة للناس كلها ان النادي واعي اعضاء جماعة واعيين وعارفين كواس اوي اي مصلحة النادي وبيسنين